الخبر الثاني معنا هو عن الدكتور حسن جعفر اللي أطلق مبادرة لطيفة جدا الدكتور حسن جعفر هو أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة عمل هاشتاج أول مرة ولادة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني هو الفكرة كلها لدعم وتوعية الأمهات الجدد والرد على تساؤلاتهم المتعلقة بالولادة الأولى طبعا كل سكت في أول ولادة بتبقى متخوفة جدا الهاشتاج ده ضمن فعاليات مبادرة اسمها نساء أذكياء أطفال أصحاء اللي أطلقها الدكتور جعفر العام الماضي وشملت تنظيم ندوات مجانية للنساء في عدة موضوعات متعلقة بالصحة الإنجابية زي الاستعداد للحمل أفضل وسائل منع الحمل خاصة في بداية الزواج وغيرها من الموضوعات دكتور حسن جعفر درواتي منوارنا على التليفون ألو زي مساء الخير يا فندم زي حضرتك وإزاي فوركيه تمام الحمد لله من وقع تجربة حضرتك أكتر التخوفات لستات بتكون عندها هاجس بيها ومسيطرة عليها من الولادة الأولى بتكون إيه بو صحيح أنا لما عملت الهاشتاج ده قبل ما عمله كده دخلت على صفحات الفيسبوك والبلاكز وكده لقيت طبعا بقى في حوارات بين السيدات الحوامل بيسألوا بعضها لها كتير وحيال إجابات بتبقى إجابات غير علمية كل واحد بدي خبرته وقريت معلومات آآ مخطئة كتير جدا خاصة بالحمل والولادة فعثة أعمل بحث كده لمدة أسبوعين ثلاثة أشوف في أكتر حاجة الناس مش فهماها أو الناس مش عارفها قلت الموضوع الخاص بالولادة بإزاي؟ الجزء الخاص بالولادة إمتى يعني إيه ولادة؟ إمتى الست تخشك ولادة؟ يعني إيه contractions أو طالب؟ يعني إيه تنزل ماء بيبي؟ إمتى تروح المستشفى؟ الفرق من الولادة الطبيعي؟ الفرق من الولادة القيصرية إمتى إيه هو الإيبيديوريل أو الولادة بدون ألم؟ أي مين أحسن الطبيعي أو السيزيريان؟ لقيت إن الناس مش عارفة خاصة أن إحنا كده كتر برضو الجزء من المشكلة ده أجعلنا إحنا لإحنا مزهولين جدنا في عياداتنا يضبق بنعمل العيانة الألترا ساوند أو الصنار ونتكلم معاها في أي عربة بتكون بتعاني منها نكتب روشيتة مفيش وقت الأسف في العيادات المزدحمة إن حديك تأخذ وتتزي مع العيانة يعني مع الأمة؟ بالضبط وتقولي طب أنا هاولي في الآخر بنتكلم في القصة دي يعني أنا مثلا في المركز عندي في الشهر الثامن بنبدأ نتكلم مع أمالي ده في الولادة هي بقى توقع من أول السلحام لغاية الشهر الثامن بتسمعوا كلام صحي كلام غلط بتقاموا تقال أنا جداً هي من أول الشهر الثامن كل اللي بيسيطر عليها الولادة خلاص كده؟ بالضبط بالضبط طب قولي حضرتك إحنا أنا شعب في طبيعتنا دايماً الموروث الشعبي عندنا له يعني بصمة في كل حاجة طب فأكثر الأفكار المسبقة اللي تلاقي حديك الستات داخلين بيها أو العادات والتقاليد والموروثات الشعبية اللي موجودة عند الستات وهما داخلين يولدوه أو أمتاً خلال الحمل كله واللي بتكون غلط على فكرة بتقدر حديك تقولهم لي نوعي الناس بيهم؟ لما نخيل كبرت هبقى حامل في ولد لو بطي بالعرض هبقى حامل في بنت إن الحموضة اللي بتيجي أو الهارت بوقنا نتيجة إن الشعر بتاع البيبي إن الولادة في الثامن وحشة والبيبي يموت ولدها بالستعبه هي الأحسن البيبي بيعيش إن في حاجات بقى أكلات معينة ممكن تخلي السيارة تحمل في ولد وممكن تخلي السيارة تحمل في بنت كل الكلام ده مورثات خطيئة إن احنا مش عارف بعد الولادة لما ندهن البيبي بش عارف دم والبواط بيبقى شعره لو بنوتها شعرها ما يطلعش في جسمها يطلع بس شعرها كل الحاجات دي غلط مفيش ولا حاجة منهم صحة خالص؟ يعني طب ربط البطن بعد الولادة والحاجات دي؟ حزام البطن آه بس الربط نفسه مش قوي يعني ممكن من ربط حزام بطن بس التمعين أهم مش العام الأساسي هو ربط البطن فيه يعني منسميها ميسيز أو أساطير كتير جداً السيدات بيلوها لنا في العيادات وإحنا بنضحك منها وإحنا حتى ما نعرفش هي يعني حتى مثلاً إن هي واخدت كالسيوم في الحامل الغات باسعة ممكن بالبطن 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 بيبتبقى ناشفة وكبيرة يعني بنسمع كلام الحقيقة ظلط تماماً من الأمهات ومن أمهاتهم بقى اللي هو الجدات واكتر ناس بينقلوا الكلام من الخبرة وزمان زي ما حكي عارفة ما كانش فيه آآ معلومات أو ثقافة طبية كبيرة زي دلوقتي فإن أمهات أو الجدات بقى اللي هما بيدلوا المعلومات دي بيكون برضو كله عبارة عن موروطات زي ما حالك قلت فمنلاقي معلومات بغلط كتير جداً بنحاول إن إحنا كأطباء بقى خلال الهاشتاج ده ما عملته ده من خلال الصفحة بتاعتي على الفيسبوك إن أنا رد على لمواجهة آآ ما تكون ضيف عزيز علينا إن شاء الله فسيداتي يعني سيدتي نتكلم بقى عن كل هذه الأشياء بالتفصيل علشان نوعي كل الأمهات مرسي جداً لوجود حضرتك الحمد للغاية